اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مهارات دعوية بعنوان اللطف في التعامل مع العصاة والمذنبين الخطاب الدعوي في الغالب الطبع للخطباء والوعاظ جاه المذنبين والمخطئين خطاب خشن عنيف قد ينفر هذا العاصي من الرجوع إلى الله عز وجل وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس خطاب القرآن الكريم بهذه الكيفية القرآن الكريم نسمعه يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حسن العاصي والمغنب كالطبيب مع المريض والطبيب يحاول أن يعالج هذا المريض بكل ما أوتيه من علم ويصف له الدواء والشفاء والدواء المناسب للشفاء بإذن الله عز وجل والعاصي كذلك مريض يحتاج من الدعاة إلى الله عز وجل أن يأخذوا بيده وقد روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان فضممتها وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا سكت النبي لم يعنفه ولم يقل له كما نسمع الوعاء والخطباء لقد أتيت منكرا عظيما فضيعا ويطلقون عليه يطلقون الألفاظ الخشمة نبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه فنزلت هذه الآية إن الحسنات وذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فدعه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه هكذا نبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس مع الوصاة مع المذنبين بالرفق واللين حتى لا ينفروا من هذه الدعوة ومن هذا الدين فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر يا رسول الله أله خاص أم للناس كافة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل للناس كافة وروا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه يعني إقامة الحد عليه الحدود لا تنازل عنها لأن هذه الحدود من الله عز وجل والحدود طهارة وتكفير لصاحب الحد فأمر بضربي فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله نظروا إلى ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم هكذا الخطاب الدعوي خطاب الليل هذا العاصي هذا المذنب أخ لنا في الله عز وجل وكلنا خطأون وكلنا مذنبون لا تكون عون الشيطان على أخيكم زاد أبو دول ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه الناس مجبورون على الخطأ قد أوى مالك في الموطأ عن عيسى عليه الصلاة والسلام لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإن الناس مبتلوا المعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على الآفية هكذا نتعلم آداب الدعوة آداب دعوة الناس جاءك واحد تائم مستغفر نادم تلقاه بالترحاب بالبشر بالسرور أظهر بأنك فرح به إذا كان الله عز وجل ليفرح بتوبة التائب فلا ينضغي أن نفرح نحن كذلك بتوبة هؤلاء لا تعير الناس لا تعنفهم يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى أبو نعيم في الحلية كيف يعني عندما بلغه عن فلان بأنه قد تغير سلوكه للأسوأ القصة عند أبي نعيم أن رجل كان ذا بأس قوي وكان يوفد على عمر لبأسه وكان من أهل الشام وأن عمر فقده فسأل عنه فقيل له تتابع في هذا الشراب نسأل الله العافية في شرب الخمر فدع كاتبه عمر دعا كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم دعا وأمن من عنده يعني دعا له أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب الله عليه ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب عليه فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها يعني كتاب عمر بن الخطاب لما بلغه جعل يقرأ هذا الكتاب ويقول هذا الرجل غافر الذنب قد وعدني قد وعدني الله أن يغفر لي وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني من عقابه ذي الطول والطول الخير الكثير لا إله إلا هو إليه المصير فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسنا نزع يعني تاب فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكون عونا للشيطان عليهم كان رجل على حي حسنة كما أرد في التاريخ فأحدث حدثا أو أذنب ذنبا فرفضه أصحابه ونبدوه فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال ماه تداركوه وعروه ولا تدعوه لابد من تجديد الخطاب خطاب في خطاب العصار خطاب المذنبين نجدد هذا الخطاب وأن يكون خطابنا كما هو بالحكمة والموعظة الحسنة بقول اللين الرفيق اللطيف نستقبله ونفرح به وندعو الله عز وجل له لعل الله عز وجل أن يتوب عليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يليهمنا الحكمة والصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر